موسيقى نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين المؤتمر الوطني ومجلس نواب يتفقان على اعلان مبادئ لحل الازمة ينص على العودة للدستور السابق وتهيئة المناخ لانتخابات تشرعية في مدة اقصاها سنتان اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية واصابة احد الخزانات والشركة العامة لكهرباء تقول ان الاشتباكات ادت الى وقوع اضرار بالمحطة وتوقف وحدات انتاج الطاقة عن العمل مقتل شابين في منطقة العزيزية اثر محاولة مجموعة مسلحة الصطوة على سيارتهما ووفد من بنيوليد يتوسط للمصالحة بين والسكان والمدن المتضررة من اغلاق الساحل اهلا بكم اتفق وفدان ومثلان رئاسة المؤتمر الوطني العام ومجلس نواب في تونس على اعلان مبادئ لحل الازمة الليبية بالاحتكام الى الشرعية المتمثلة في الدستور السابق مع تشكيل لجنة مشتركة من عشرة اعضاء لتنقيحه بما يتفق وخصوصية المرحلة وطبيعتها وحسب الوثيقة فقد اتفق الوفدان على تشكيل لجنة مشتركة من عشرة اعضاء للمساعدة في اغتيار رئيس حكومة الوفاق ونائبين له ليمثل الثلاثة رئاسة مجلس الوزراء وكذلك على تهيئة المناخ لانتخابات تشريعية في مدة اقصاها سنتان ويأمل الطرفان ان يحقق الاتفاق الاستقرار والسلم ويقود الى خلق التوازن التشريعي وتشكيل حكومة توافق وطنية وقال عضو مجلس نواب ابراهيم عميش ان اتفاق التفاهم الذي تم توقعه بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام سيتم اعتماده من هاتين السلطتين التشريعيتين ثم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مشيرا الى انهم رفضوا توقيع الاتفاق في دولة غير عربية واضف عميش ان اتفاق التفاهم سيكون ورقة ضغط على كل الاطراف بما فيها المؤتمر الوطني ومجلس النواب للبدء في المسار الانتقالي نحن الان قد وقعنا بيان او اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه ولكن تنفيذه ان شاء الله سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني ثم نبدأ ونشرع مباشرة في تشكيل حكومة التوافق وطني من جاته قال النائب الاول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق ان المؤتمر الوطني ومجلس النواب حققا قفزة في المسار الصحيح نحو حل سياسي ينطلق من قاعدة سليمة وتوازن تشريعي لاختيار حكومة وفاق وطني وتعديل دستور ليبيا السابق مضيفا الاتفاق سينتج حلولا سريعة للازمة السياسية الليبية على حد قوله نحن اليوم ندشن خطوة بل اقول انها قفزة وليست خطوة في المسار الصحيح لتحقيق حل سياسي يقف على قاعدة سليمة ينطلق من توازن تشريعي باذن الله واختيار حكومة وفاق وطني وتعديل لدستور ليبيا السابق واعتبر رئيس اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام عمر بوليفا ان مبادئ الاتفاق جاءت ثمرة للحوار الليبي الليبي مشيرا الى ان العودة الى دستوري 63 تحل المسألة التشريعية التي كانت محطة خلاف بين المؤتمر ومجلس النواب طبعا الاعلان المبادئ هذا يعني يجسد الرجوع الى دستور الليبي السابق اللي هو دستور 51 المعدل سنة 1963 هذا الدستور اللي يحل المسألة التشريعية اللي كانت بيت القصيد اللي كانت موطن الخلاف فعلى اساس انه يتكون من غرفتين غرفة يمثلها المؤتمر الوطني العام والغرفة الاخرى يمثلها مجلس النواب في غضون ذلك فاد عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام سليمانك جام بان الاتفاق الذي تم توقيعه في تونس بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب هو خلاصة مبادرات عديدة للوصول بليبيا الى دولة ديمقراطية على حد تعبيره هذا الاتفاق كمحصلة او كنتيجة لمبادرات عديدة وكالحاح من اعضاء المؤتمر الوطني حلقل من هذا الجانب الذي انا فيه ومن مبادرات من الشعب الليبي سواء كانت مبادرة جاجوة او مبادرة تعيان وشيخ برقة او لجان الويوط العاقة ومؤتمرات الوطاق في مصراتة وفي غريان من جاته قال عضو مجلس النواب فهم التواتي ان الاتفاق ليست له قيمة حقيقية لان العضو الموقع عن مجلس النواب ابراهيم عميش هو رئيس لجنة المصالحة التي عادة ما تسعى لحل المشاكل بين المدن والقبائل مشيرا الى ان الختم الذي ختم به الاتفاق هو ختم لجنة المصالحة ولا يمثل مجلس النواب ان ما تم توقعه في تونس او ما يسمى بالمبادرة او بالاتفاق والبيان حقيقة الى حد الان ليس له قيمة حقيقية وواقعية لان السيد ابراهيم عميش هو رئيس لجنة المصالحة المصالحة التي عادة ما تسعى الى حل المشاكل بين المدن والمناطق القبلية وقال رئيس اللجنة التحضرية للجنوب الليبي فرج زوين ابرز العناصر التي تضمنها اعلان المبادئ الموقع بين المؤتمر الوطني العام والبرلمان العودة الى الشرعية الدستورية على حسب وصفه من اهم عناصر هذا الاتفاق وهو الرجوع للشرعية الدستورية والدستور المعدل في 63 وايضا تشكيل لجنة هذه اللجنة مهمتها لتشكيل حكومة توافقية وقال ناشط السياسي اشرف الشحن الاتفاق الموقع بين مجلس نواب والمؤتمر الوطني العام هو مجرد ذر رماد في العيون على حد تعبيره لانه جاء في وقت اعلنت فيه الامم المتحدة ان الاتفاق السياسي سيوقع خلال ايام بحسب قوله لا يعد ما تم الاعلان عليه بالامس مجرد لا يعد مجرد الا مجرد ذر للرماد في العيون والحقيقة استطيع القول انه كذب على المواطنين الليبيين لانه جاء في توقيت علم فيه المعطلين من الجانبين وهم رئيس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر ابو سهمين ان الاتفاق السياسي بالرعاية الدولية سيتم التوقيع عليه خلال ايام عبر عدد من النشطاء خلال وقفة امام مقر المؤتمر الوطني بترابلس اليوم عن دعمهم للمضي قدما في مقترح الاتفاق السياسي ودعا النشطاء واعضاء المؤتمر الى توقيع الاتفاق الذي سيمثل حسب رأيهم بداية لحل الازمة في ليبيا هذه الرسالة اتمنى ان تصل الى اعضاء المؤتمر الوطن العام اعضاء فريق الحوار لا بد من ان تقدموا التنزلات لاجل الاجيال القادمة ومن هنا رسالة اخرى الى الاطراف الليبية كافة قدموا التنزلات من اجل مستقبل واعد جاءنا هنا وقوفا ودعما لأعضاء المؤتمر المعتدلين لكي يستطيعوا يتمكنوا من عقد هذه الجلسة او من الموافقة على تشكيل الحكومة وايضا لدعم اطراف الحوار في السعي قدما نحو اقرار الاتفاق ضروري من انجاز حكومة التوافق وهذا اللي بيها الليبين كلهم وهذا المطلب اللي احنا يجينا من اجله اعربت المنظمة العربية لحقوق الانسان في ليبيا عن ارتياحها وترحيبها باعلان المبادئ الذي توصل اليه المفاوضون الليبيون في العاصمة التونسية للتمهيد الاتفاق وطني وقالت المنظمة ان اهم ما يميز الاعلان انه جاء بارادة ليبية وطنية دون تدخل دولي وانه يؤسس للعودة للعمل بدستور الليبي السابق تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية في البلاد للتأسيس لبرلمان في غضون عامين كما يؤسس لتشكيل لجنة بالمناصفة بين الطرفين للتوافق على تشكيل حكومة وطنية لادارة شؤون البلاد كما حثت المنظمة جميع الاطراف الليبية على دعم الاتفاق لوقف التدهور الحاصل وتأمين مسار التقدم باتجاه خطة انتقالية واقعية وقد التقى اليوم الوفدان الذان يمثلان المؤتمر الوطني العام ومجلس نواب الرئيس التونسي البهجي قائد السبسي قد أكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية أن الوفدين أحاط السبسي علما بإعلان مبادئ الاتفاق الموقع يوم أمس السبت لحل الأزمة الليبية كما أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنه وإذ ترحب تونس بكل خطوة تساعد على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتمكينها من استرجاع وحدتها وسيادتها فإنها تؤكد أهمية الالتزام بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة وتدعو كافة الأطراف الليبية إلى التواصل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر من أجل الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني أكد رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا مارتين كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي هو الأساس لإنهاء الصراع في البلاد قائلا أنه يحظى بدعم من أغلبية مجلس نواب والمؤتمر الوطني العام وطلب كوبلر جميع الليبيين بدعم هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أكثر من سنة من المفاوضات داعيا أطرف النزاع إلى التوقيع عليه بأسرع وقت ممكن وأضاف المبعوث الأممي أن هذا الاتفاق سيكون الضامن لوحدة ليبيا والمنطلق الذي على أساسه يمكن محاربة ما سماه الإرهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور على حد تعبيره قائلا أن مؤتمر روما القادم يمثل فرصة لإظهار تصميم المجتمع الدولي على حل الأزمة الليبية ميدانيا كدى رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة الخمس ميلاد برابحة اندلاع اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية وأضاف برابحة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأنباء الأولية تفيد بأن اشتباكات بين المجلس العسكري الخمس وكتيبة شهداء الحق تأتي في إطار المحاولات التي يقوم بها المجلس من أجل تأمين المدينة كما أشار رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة الخمس إلى إصابة أحد خزنات محطة الخمس البخارية نتيجة الاشتباكات إلى ذلك قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أن الاشتباكات المسلحة في محيط مجمع الخمس لإنتاج الطاقة الكهربائية أدت إلى وقوع أضرار بالمحطة وتوقف وحدات إنتاج الطاقة عن العمل وأشار البيان إلى فقدان ما يقرب من خمسمائة ميجاوات من الطاقة الانتاجية للمحطة بسبب تعرض خزانات الوقود إلى إصابات بليغة ومباشرة واندلاع النيران فيها وأضاف البيان أن توقف إنتاج الطاقة في المحطة سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق والمدن الليبية ودعت الشركة كافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل وقف الاشتباكات حتى يتمكن رجال الإطفاء من إخماد نيران والسيطرة على الموقف ومعالجة الأضرار أفاد مصدر إعلامي في مدينة جدابيا بقيام الطيران التابع لحفتر بقصف إحدى المزارع جنوب المدينة ظهر اليوم دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية وأوضح المصدر أن عدد الغارات التي شنها طيران حفتر على جنوب مدينة جدابيا خلال الأسبوعين الماضيين بلغ ثمانية غارات استهدفت مزارع لمواطنين وورشا أسفرت عن مقتل عاملين مصريين وجرح ثلاثة سودانيين سودانيين فضلا عن مقتل أحد أعضاء مجلس شورة وارج دابيا كما تسببت في خسائر مادية أكد ناطق باسم موديلية الأمن الوطني بالزاوية نبيل بوزواي مقتل شابين من غريان في منطقة العزيزية إثر محاولة مجموعة مسلحة سطوة على سيارة كانا على متنها أثناء مرورهما بالمنطقة وأضاف بوزواي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فرع الهلال الأحمر بورشفانة قام بتسليم جثتي الشابين إلى مستشفى غريان مباشرة مشيرا إلى فرار المجموعة المسلحة بعد قتل الشابين كما نوه بوزواي إلى وجود إصابات مباشرة في الرأس وأنحاء متفرقة من جسدي الشابين في سياق آخر كدى بوزواي أن وفدا من بني وليد يضم 12 شخصا من أعيان المدينة سيمثل الطرف المفاوضة بين المدن المتضررة من إغلاق الطريق الساحلي وورشفانة وأشار بوزواي لأن الوفدة قام بزيارة مدينة الزاوية يوم أمس واطلع على مطالب المدن الأحدى عشرة المتضررة مشيرا إلى أن الوفدة موجود حاليا في وورشفانة من أجل الاستماع لمطالبهم وأشار بوزواي إلى وجود رغبة لدى جميع الأطراف للمصالحة وحقن الدماء وإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين ترابلس وباقي مدن المنطقة الغربية مرورا بورشفانة قال نطق باسم مدينية الأمن الكفرة محمد خليل إن المدينة تشهد استقرارا أمنيا حيث بدأت دراسة في الجامعة وعدد من المدارس مشيرا إلى تزايد الخروقات الأمنية على الطريق الرابط بين مدينة الكفرة ومدن الشمال وأضاف خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما وصفها بالعصابات الخارجة عن القانون المتمركزة في استراحة بوزريق عادت للقيام بعمليات النهب والسطو والخطف بعد أن تراجعت لمراكزها بعد توقيع الهدنة حيث لا زالت تعتقل ستة أشخاص وتطالب بمبلغ مائة ألف دينار فدية عن كل فرد قال نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل طوارق والمسؤول عن ملف أوباري أبو بكر الفقي إن لقاء سيجمع ممثلي أطراف اتفاق الدوحة بعد غد الثلاثة في أوباري للعمل على وضع آليات تنفيذ الاتفاق وأوضح الفقي أن الاجتماع سيبحث كذلك إقرار اللجان المنفذة للاتفاق وذلك برعاية القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب وأضاف الفقي أنه سيتم خلال اللقاء إيجاد الحلول المناسبة للوضع الإنساني الذي يعيشه أهال أوباري والذي وصفه بالمأساوي جراء نقص المواد الغذائية والطبية وحرمان المدينة من مياه الشرب منذ أربعة شهور بحسب قوله نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل بعد أن كانت عرضة لزحف الأعشاب حملة تنظيف وتشجير لمدينة لفتا الأثارية المؤتمر الوطني ومجلس نواب يتفقان على إعلان مبادئ لحل الأزمة ينص على العودة إلى الدستور السابق وتهيئة المناخ لانتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية وإصابة أحد الخزنات والشركة العامة للكهرباء تقول أن الاشتباكات أدت لوقوع أضرار بالمحطة وتوقف وحدات إنتاج الطاقة عن العمل مقتلوا شابين في منطقة العزيزية إثر محاولة مجموعة مسلحة سطوة على سيارتهما ووفد من بني وليد يتوسط للمصالحة بين ورشفانا والمدن المتضررة من إغلاق الساحلي أهلا بكم مجددا أجلت محكمة استنافي طرابلس في جلستها اليوم جلسة محاكمة السعد معمر القذافي ومحمد عبدالله سنوسي إلى السابع من فبراير القادم ورجعت المحكمة سبب التأجيل إلى أن السجل المدني والمستشفى الطبي في بني وليد لم يقدم للنيابة العامة معلومات حول مصير المتهم الثاني فيما إذا كان على قيد الحياة أم لا كما قررت المحكمة استمرار حبس السعد الجذافي حتى موعد المحاكمة في فبراير القادم وكلفت نيابة العامة بالانتقال إلى السجل المدني ببني وليد من أجل معرفة مصير محمد عبدالله سنوسي المحكمة تقر تأجيل جزال سبعة اثنين 2016 لتنفيذ قرار المحكمة السابق مع تكليف النيابة العامة بالانتقال إلى مكتب السجل المدني بن وليد والمستشفى الطبي هناك وذلك للبحث في عين المكان لبيان ما إذا كان متهم الثاني قد توفي وقيد حالة وفاته من عدمه مع سمرار حبس المتهم تشهد مصارف مدينة غات هذه الأيام نقصا في السيول نتيجة إغلاق معظم الطرق المؤدية إلى المدينة الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الصفوف أمام المواطنين عند وصول الأموال إلى المصارف تفاصيل أوفى عن طبيعة العمل بمصارف غات نستعرضها في سياق هذا التقرير في كل مرة يسمع فيها مواطن مدينة غات بالجنوب أن بأن تفيدوا بتوفر السيولة النقدية في مصارف المدينة فإنهم يصارعون إليها من أجل حصول على مرتباتهم مما أدى لوجود اكتظاظ وتدافع بين زبائن المصرف خوفا من نفاذ النقود قبل أن يتمكنوا من سحب أموالهم خاصة وأن السيولة تستجلب مرة أو مرتين في الشهر نحن هناك فغاءة ننشو في حالات مأساوية خاصة من شح السيولة إضافة إلى هذا أن هناك مصرفين بس في المنطقة يعني والسيولة تجي يمكن مرة في الأسبوع يمكن شهر ما تجيش حتى لما جي السيولة ضروري تنوض من الساعة 6 زحمة في المصرف وفي ظل الظروف الخاصة التي تعيشها المدينة من غلاء الأسعار الذي وصل ثلاثة أضعاف وبودغات عن باقي المدن الليبية يرى بعض المواطنين أن الحال الوحيد لأزمة السيولة في المدينة هو توفير الأموال بشكل أسبوعي وبكميات كبيرة إدارة المصرف بدورها قالت إن مشكلة نقص السيولة تعود لقطع طريق بارغات بالسبب الاقتتال الدائر في المنطقة منذ مدة إضافة إلى قيام أصحاب المحلات والتجار بصرف الأموال للمواطنة وزيادة مبلغ مالي بخيمة عشرة دانانير عن كل سك المشكلة التي تعنيها منطقة رباري وهي من اسمنا الطريق من الزدودة فاتخبنا جراءات طريق طارق الفروق باستجدال السيولة من درابغلس ويعتمد سكان مدينة غات احتمادا أساسيا على المرتبات التي يتلقونها من الدولة حيث ينتظر المواطن نهاية كل شهر وصول مرتبه للمصرف من أجل إعالة أسرته مدينة لبدا إحدى أكثر المدن الأثرية ثراء في ليبيا لكن عددا من الأثار فيها بات عرضة للتلف نتيجة لزحف الأعشاب عليها وهو ما حدا بمجموعة من الشباب لتنظيم حملة لتنظيف تلك المواقع وتشجيرها التقرير الآتي يرصد جهود عدد من منظمات المجتمع المدني في تنظيف الموقع الأثري بلبدا بعد أنغزت أبنيتها وشوارعها الأثرية لأعشاب البرية استغل عدد من منظمات المجتمع المدني وفوج كشاف الخمس منسبة اليوم العالمي للتطوع لإطلاق حملة تنظيف وتزين مدينة لبدا الأثرية متطوعون من عدة منظمات ومناطق جاءوا إلى المدينة منذ الصباح لإزالة غطاء الطبيعة الذي حجب عبق الماضي وسيرة الأباطر الذين حكموا مدينة تعتبر من أكبر المدن الأثرية في العالم جانا نحن مجموعة شباب نقوم بعملية تنظيف مننا الغرس ومننا نحن نطور من المدينة وأن الصغار يأتي هنا القدام ويحاولون أنهم يزرعوا ويأخذوا مننا البادرة الجيدة المدينة تترك في قلب كل زائرها طابعا خاصا فرغم الأجواء الباردة فإن هؤلاء المتطوعين لم يتوانوا عن حمل أدواتهم والبدء في إزالة الأعشاب والأتربة عن المكان مهمة تحتاج مجهودات مكثفة من أجل المحافظة على الآثار الثامنة المنتشرة على رقعة جغرافية واسعة مدينة لبدا كأحد المدن الأثرية الموجودة في ليبيا مهمة جدا بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية لكن وجدنا أنها تعاني من الإهمال وتحتاج إلى كادر كبير جدا لتنظيفها نظرا للاتساحة ونظرا لما تمثله هذه المدينة تعتبر كمورد اقتصادي مهم بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لليبيا ككل حملة تنظيف مدينة لبدا الأثرية وتشجيرها مبادرة شجعت عددا من مؤسسات المجتمع المدني على وقف تمدد الأعشاب التي كادت تغطي جمال أثار المدينة ووضع مكان التفليات ورودا على أمل أن تزهر في وقت قريب وتبعث برائحة أمل جديد وتحمل رسالة للعالم بأن ليبيا ليست أزمة أمنية وسياسية فقط بل عراقة وأصالة وجمال وقبل ختام التاسع إليكم تذكيرا بعنوينها المؤتمر الوطني ومجلس نوابية تفقان على إعلان مبادئ لحل الأزمة ينص على العودة للدستور السابق وتهيئة المناخ لانتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان اشتباكات بالقرب من محطة الخمس البخارية وإصابة أحد الخزنات والشركة العامة للكهرباء تقول أن الاشتباكات أدت إلى وقوع إضرار بالمحطة وتوقف وحدة إنتاج الطاقة عن العمل مقتلوا شابين في منطقة العزيزية إثر محاولة مجموعة مسلحة سطوة على سيارتهما ووفد من بنيوليد يتوسط للمصالحة بين ورشفان والمدن المتضررة من إغلاق الساحلي هذه نشرة انتهت دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة